السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم انا مضخ بي لها انا معمونة هقدم لكم النهاردة طريقة البقسمات احلى وقلز واطعم واخف بقسمات معي هنا المقادر بتحتي نص كيلو من الديل دي حلويات او دي اعادي كباية مية ضافية نص كباية زيت العيار سابت نفس عيار المية هو عيار الزيت معلقة كبيرة من الخل معلقتين من السكر معي هنا السمسن بتاعي اللي حابي بيحط شمر اللي حابي بيحط هذا حبة البركة كل واحد وحسب رغبته معلقة كبيرة من الخميرة الفورية نص معلقة من الملح ومعلقة كبيرة من بيكين باودر دي كل الحاجات اللي انا هستخدمها هنبدأ في التحضير هحط الملح والبيكين باودر والسكر والخميرة اللي حابب يا جماعة يضيف شمر يضيف حبة البركة يضيف سمسم على الديل دوت وهو كده بيتعجن دي حاجة حسب رغبتكم انتا طبعا انا هنزل الزيت ده واشبع بقى الديل بالزيت خليهم يندمجوا مع بعض كده قبل ما نزل المية دي همني قوي ان الديل يشرب كل الزيت اللي فيه ده شكله حبدأ ان انا انزل المية بالتدريج دايما بقول المية تنزل بالتدريج لان بناخد بالنا ان فيه نوع دقيق بيشرب وفيه نوع ما بيشربش المية طيب واللي معاها النص كيلو دوت مثلا نفترض ان معاها نص كيلو دقيق بس برضو محتاجة لسه فيه حبات دقيق قدامها والمية خلصت منها هتحط برضو مية وتضيف المية على حسب ما تلمي العجينة وتكون عجينة قدامي متماسكة العجينة لا بتكون طرية ولا بتكون ناشفة قوي يعني يبقى عجينة متماسكة انا افض مني شوية يعني حوالي ثلاث معاني هنضف الترابيزة كده واحط نقطتين بس من الزيت علشان ما تلزقش مني بس على الترابيزة هنزلها بقى كده وافتح العجينة واقفلها دايما عملية التدليج في العجينة دي اهم حاجة علشان خطر يعني العجينة تبقى معايا هشة وكويزة حوالي عشر دقايق بالزبط هستمر كده اللي عنده طبعا عجينة بيحطها في العجينة انا عندي عجينة بس بحب اعمل العجين دايما بايدي زي ما حضرتكم شايفين العجينة اتلمت يعني كويزة وما بتلزقش في ايدي خالص ولا على الترابيزة عجينة متماسكة هسيبها ربع ساعة بس بالزبط مش هتخمر ربع ساعة ترتاح وبعد كده اخدها اشتغل فيها كده عد عليها الربع ساعة انا ريحتها الربع ساعة عشان اقدر ان انا اخدها واشكلها برحتي لان لو اخدتها وهي لسه معجونة ما كنتش اقدر اشكلها انا مقطع البقسمات يا جماعة تخين ما حدش اقول انتي مقطعه تخين ليه انا رغبتي كده في اني انا اقطعه تخين لاني بحبه تخين اللي بيحبه متوسط هيقطعه ويتحكم فيه متوسط اللي بيحبه رفوع خالص هيقطعه رفوع خالص كل واحد مننا التشكيل ده بيكون حسب رغبته وحسب ما هو بيحب هقطع العجينة كلها بالشكل ده واخدها بقى اشكلها دي اول واحدة اخدها كده دايما ان انا بهتم بالنص ما بهتمش بالحروف لما برول البقسمات من النص بحطي ايدي ولفها كده الحجم دوت انا اللي بقدر اتحكم فيه اذا كنت عايزها طويلة او بسيارة دي حاجة حسب رغبتي ام طبعا انا حط ورق زبدة بفضل ان انا حط ورق زبدة دايما تحت المقبوزات هعملها نفس المقاس بالزبط لو حسيت ان هي طويلة مني هقطعها من على الحرف من هنا ومن على الحرف من هنا عشان اسويها عشان احس ان السوابع كلها متساوية مع بعضها بالشكل ده ده شكل تاني هعملوه من مدور زي شكل الاسورة هاخد واحدة تانية برضو وعملها العجينة لما بحس ان هي زيادة بحطها كده وبكورها في الاخر كرات وترتح مع بعضها وبعد كده شكلها تاني اللي بيفيد مني ده هوصل بقى التشكيل بتاعي كله لحد ما خلصه كده انا خلصت معايا بخاخة هنا وفيها مية بخاخة مية عادية خالص ولا فيها اي حاجة ولا فيها لبن مية بس علشان اما حط السمسم يثبت مني اللي حابب يحط حبة البركة هيحطها اللي حابب يحط السمسم الابيض يحطه انا بفضل ان انا احط السمسم المحمص لان زي ما حضرتكو شفتوا مع التسوية ما بيغيرش كتير معايا يعني باخد بالي في التسوية اهم حاجة في المطبخ اننا ناخد بالنا من التسوية كده شكلها كمان اديتها بختين بعد ما خلصتها عشان السمسم يثبت غطتها وسبتها لما اضعف حجمها وخمرت سخنت الفرن قبلها بعشر دقيق على درجة حرارة مية وخمسين هدخلها الفرن هتقعد حوالي نص ساعة وده شكلها حاجة جميلة لو تفتح النفس بعد ما استوى البقصمات ما طفتش الفرن وخرجت السواني انا سبت السواني موجودة في الفرن زي ما هي لحد ما الفرن مبرج تماما والبقصمات جوه الفرن يعني ما خرقتوش علشان يديني الارمشة بتاعتو دي يعني جميل جدا ومقرمش يعني طعمه لذيذ بجد يعني وده المدور اظن يعني حضراتكم شايفين يعني شكله عامل ازاي وجميل جدا يعني بجد انا اللي بحط دايما البقصمات لما باجي بساويه ما بحطوش تحت على الصاج بتاع الفرن لأ بخلي دايما مرفوع على الشبك من فوق علشان يديني التحميصة دي وما يستويش بسرعة وما حيسش ان هو استوى من بره وما استواش من جوه يارب بتكون تاريتي النهاردة في التقديم تكون عجبتكم لو عجبتكم لايك وشير وصيب اسكرايب لقناتي على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحياتي وانا نحال اشتركوا في القناة